قامت بلدية النبطية بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة في المحافظة بإجراء فحصات بي سي آر لحوالي 150 شخص من الذين اختلطوا مع أشخاص مصابين شملت مدينة النبطية والبلدات المحيطة بناء على توصيات معالي الوزير الصحة حمد حسن عبتقوم برنامج الترصد الوبيئة بحملة بكل المناطق بكل الأقضية في عنا كان اليوم موعد مع إجراء أخذ عينينات للبسي آر للكرة أو الأسماء المخالطين طبعا المرضى بعدد كرة هاودي لازم نخذل العينينات بعد 48 ساعة جميلة متطلع النتيجة هادي جاية من قبل فريق من وزارة الصحة على النبطية اليوم وبعدد حسب ما عرفت من إدارة البرنامج أنه هادي لازم تكون بشكل دوري كل الأسبوع أخذ عينات هون لحتى نغطي قدر الإمكان على حالات أخذ العينات عنده فيش عنا بقضاء النبطية مستشفى تستقبل في شغلة حكيت مع رئيس مستشفى النبطية الحكومة أنه لازم بدوا يبلشوا بالفحوصات البي سي آر هدي هالجمعة نغطرين بس لأخذ موافقة من اللجنة المستشفى عن تصنيف المختبر المستشفى الحكومة ويصير بشكل معتمد بالنبطية اليوم بلدية النبطية بتنسيق مع مكتب وزارة الصحة بالمحافظة عم نعمل فحوصات لمخالطين مصابين بالمدينة عدد الفحوصات لمخالطين المدينة هي حوالي 25-30 فحص يعني اليوم هيصير فيه هون حوالي 150 فحص لأن تشمل مدينة النبطية والضيعة المحيطة للمدينة وأنا هون بدي استغل هذه اللحظة ووجه نداء لأهلنا وناسنا بالمدينة والضواحي الالتزام دايما عم نكرره وما نظل نكرره الالتزام بجميع الضوابط الالتزام بالتباعد الاجتماعي الالتزام بالكمامة نحاول قد ما فينا هلأ بها الفترة اللي ما في عنده شي برات البيت يلتزم بيته في عندنا ناس في عندنا أهل في عندنا أقارب في عندنا كبار بالعمر إذا ما نخاف على صحتنا نخاف على صحتهم هني منا نتشكر جميع الهيئات والجمعيات المشاركة اليوم اللي عم تعاوننا بهالإجراء لإني من الهيئة الصحية الإسلامية لكشفة الرسالة للصليب الأحمر لأسعاف النبطية اللي عم بيجيبوا الحالات أو المخالطين أو المحجورين من جميع الضيعة المجيوري عاملين خطة لاستقبال أول شي ابتداء من الوصول حيوصل تحت حيبقى بسيارة واللي جاي بسيارة وليس هينزل من السيارة لحتى نحن نعيط له لأن الأسماء موجودين بيطلعوا لهون خمس أشخاص خمس أشخاص بيسجلوا الأسماء وبيعدوا على الكراسي اللي هني بعاد عن بعضهم يعني مرايين فيهم فكرة التباعد الاجتماعي وبيرجع كمان واحد واحد بفوتوا ليأخذوا منهم السوابات وبيتيسروا كل واحد على بيته مع بداية عشوراء وتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا يجب على المواطنين التحلي بالمسؤولية والالتزام بقرارات الدولة لجهة عدم إقامة تجمعات أو مراسم تخالف القوانين وتعرض المجتمع لانتشار وباء كورونا ترجمة نانسي قنقر